اهلا وسهلا بكم كل متابعين قناة الصحة والجمال وكل مشاهدين ومتابعين برنامج بنحلم ناش وحشتون وزي ما احنا متعودين على كل حلقة بدجة كبيرة وموضوع جديد والنهاردة موضوع للأسف شغل بين ناس كتير ومسبب أذى لناس كتير جدا وناس كتير بتحلم يكون في حل للمشكلة الكبيرة اللي احنا موجودين فيها وبقالها سنين ووقت كبير من الزمن ومش عارفين الحل فين يا ترى احنا بنتكلم على ايه يا ترى ايه الموضوع اللي شغلنا كلنا وشاغل ناس كتير هذا هو موضوع الحلقة النهاردة قانون الإيجار القديم والمشاكل التي يتعرض لها كل مالك موجود يمتلك وحدة ومأجرها إيجار قديم أو اتنين أو عمارة والراجل ده لحد الآن من ستين سنة بياخد عشرين جنيه وتلاتين جنيه واربعين جنيه وخمسين جنيه وميت جنيه وكلام من ده في الإيجار ما فيش حاجة بتوصل للمية يعني بس خلينا هنا نشوف هل ده قانون عادل للمؤجر والمستأجر الاتنين بتحصل للمساوامة بينهم وهل فعلا انت علشان صاحب العقار أو المالك للمحل أو الشليء أو الفيلا أو المبنى أو الشقة اللي انت واخدها ده معناه ان هو أجرلك من بتتمتع بيها خمسين ستين سنة ده معناه ان انت هتفضل فيها العمر كله ده معناه ان انت هتفضل عشرين جنيه تدفع عشرين جنيه وتلاتين جنيه ثمان الواحدة دي وناس كتير حجمتني لما اتكلمت في الموضوع ده وقالوا لي انت عايزة تشردي الناس في الشارع انت عايزة لأ احنا قلنا المساواة في الظلم عدل النهاردة انا مش عايزة شرط حد لكن عايزة العدل عايزة العدل اللي يقع على الناس لما يبقى صاحب عمارة في مصر الجديدة وشغال عليها ده شخص حالة جات لي من ضمن الحالات وشغال عليها بواب ده يردمين هو صاحب العمارة كلها وشغال عليها بواب لان اللي بيجيله من العمارة كلها ما يكفهوش اكل وشرب الراجل ده مش هيعرف يأكل ويشرب بالمبلغ اللي بيطلع له من جميع السكان في العمارة فهل ده عدل؟ طيب لو احنا فيه ما بيننا وما بين بعض حتة التسامح وحتة المحبة وحتة ان انا ما استحقش مال الغير انا مش هستحق مال غيري مش اخد حاجة مش بتاعتي مش هستنفع بحاجة مش بتاعتي غير بما يرضي الله انا اشوف كل واحد فينا يقدر يقدر ما بينه وما بين نفسه كده لو كان التقدير ده موجود ما بيننا والنهار ده عيني شايفة وسامعة ان المكان ده الايجار وصل فيه لأربعة تلاف جنيه وانا لسه بأجر بعشرين جنيه بانا شخص ظالم وبظلم شخصه وبستحق ماله طيب انا فكر بيني وبين نفسي طيب النهار ده الايجار بأربعة ادي له اتنين ادي له ألفين ادي له ألف ونص ادي له ألفين ادي له النص ادي له التلت لكن ما تدلوش عشرين جنيه يعني ايه تدي له عشرين جنيه ويعني ايه صاحب العقار والمالك مش قادر يخرج المستأكر طيب ابوه توفى ولاده بيورسوه يعني لازم ما ينفعش يطلعوا من البيت انا ما قلتش يطلعوا من البيت بس قلت يبقى فيه يتعدل القانون عشان يصلح ما بين الاتنين لا نقذي المالك ولا نقذي الراجل اللي مؤجر فالفكرة هنا ان احنا ما بنجيش على حد او انا موجودة في البرنامج مش علشان خاطر اكون مع المشاهدين الجزء المالك والجزء المؤجر لا انا مش مع حد انا مع العدل مع تحقيق العدالة ما بين الاتنين احنا عايزين نحقق بقى الجانب اللي فيه الرقية في التعامل ان انا ازاي مستحلش مال غيري ما اخدش حاجة مش من حقي النهاردة قانون الايجار الادين ما هو قانون الايجار الادين وما هي مراحل تطوره واسباب تعديله صدر اول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار عام 1920 لينص على ان تقول قيمة الايجار مساوية للاجرى المنصوص عليها في اول اغسطس 1914 مضاف اليها 50% وعدم جواز اخراج المالك للمستأجر الا بحكم محكمة يعني انا النهاردة مش هقدر اخرج ده من بيتي الا بحكم محكمة طب ايه اللي يخليني انا مش قادر اولا هندخل في جدال وفي محاكم وناس كتير بتشتكي ناس كتير ما بين حالات كتير موجودة في المحاكم طب ننهي او نفض الموضوع ده ازاي او يبقى فيه قانون تعديل قانون للقانون ده يخلي ما فيش حاجة اسمها مشاكل بين مالك ومؤجر قانون قديم ما فيش حاجة اسمها كده يبقى فيه حاجة تيجي تساوي ما بين الطرفين انا عارفة ان فيه ناس كتير سكنة بالقانون القديم ولو سألوني بعض الناس وقالولي لما طرحت الموضوع وقالولي ايه اللي انت بتقوليه ده ما انت ظلمة ده انت تلاقيكي سكنة في فيلا ولا سكنة في شقق ده ما انت مش حاسة بينا ما انت مش عارف ايه بصي وشوفي التعليقات كانت كده بعض التعليقات هجمتني وقالت الكلام ده وانا رديت قلت ما تستحلش مال غيرك عمر ربنا ما هيبارك لك وانت قاعد في حاجة انت مش مقدر تمانها ومش مساوي تمانها بالرقم اللي تستحقه فعلا في التوقيت اللي احنا فيه رد علي حد قال لي ما وكان شريها بعشرة جنيه زمان هو معنى انه هو اشتراها بعشرة جنيه هو يشتراها بعشرة جنيه والحلال ان انت تعيش فيها العمر كله الحلال انت اللي تستنفع انت بيها العمر كله وبدون اي مقابل هاي العشرين جنيه والعشرين جنيه انت هتفعها ده مقابل ده معنى ان انت اخدتها منه ده معنى ان انت جبرته لعارف يشيلك ولعارف يخرجك طيب وانا افترض بقى ان فيه حالة انا شفتها بعيني سكنة بعاية في نفس العبارة قانون قديم موجودة يعني شاهدت الموقف ده كنت في ايجار من سبع سنوات وشاهدت الموقف ده بعيني شخصي بيمتلك تلات عمرات وبييمتلك شقة في هذه العمارة قانون قديم مش عارفين يخرجون منهم صاحب العمارة رحمة الله عليه مش عارف يخرجه انا كنت صراحة يعني مشاهد الموضوع وانا مش كنت خيلة ايه اللي بيحصل ده اللي عارف يخرجه والعارف يغلي عليها الايجار ثمن المياه اللي بتيجي على مرة واللي بيدفعها الثمن الايجار اللي بيلمه اكتر ما هذا الظلم ده ظلم كبير واقع على المالك ولازم يتعدل القانون علشان الناس دي تعبت زي ما احنا خايفين على الغلابة احنا برضو نخاف على المالك لانه هو بقى اغلب من الغلبان النهار ده لما يبقى بواب على عمرته يبقى ده غلبان ولا مش غلبان يبقى ده ضايع ولا مش ضايع لما يبقى صاحب الملك ومزلول تحته ومش قادر يتكلم واللي ظالم المستأجر بيرد ويقولك القانون وريني يعني ايه وريني يبقى خرجني تم تعدل لو لسه ما فيش قانون اعدل انت انت اعدل وادفع تمن يستحق النهار ده الشقة دي انت بقى اجارها بعشرين جنيه الزمن ده ما فيهوش عشرينات الزمن ده في الفين وثلاثة وخمسة وعشر وعشرين الايجار الجديد ايجار القانون الجديد بقى كده بقى طالع عشر وعشرين وخمستاشر واقل شيء الفين وثلاثة ادفع انت اتنين ادفع الفين ونص يا شيخة يا ظلمة انت بتقولي ايه ده انا بقى 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 ألف جنيه وما عاشي خمسمية طب زنبه ايه صاحب الشأن مش زنبه ان هو يشيلك العمر كله مش زنبه ان يدفع مكانك مش زنبه ان انت تاخد حاجة وتفضل مأجرها بعشرين جنيه ده عمره مكان زنب زنبك انت انت الدولة تستحملك اه احنا نستحملك اه كلنا نشيل بعض بالود والحب اه لكن مش بالعافية مش بالعافية ان انت تقول ده قانون ووريني هتعمل ايه وعشان الكلمة دي احنا بنطلب من الدولة تعديل القانون ده فيش حاجة اسمعها ووريني هتعمل ايه ابقى ووريني هتخرجني ازاي لا لازم يتعدل القانون عشان ما نسمعش الكلمة دي تاني النهاردة لما يبقى صاحب الشأن بيمتلك عمره واثنين وثلاثة ومش عارف تخرجه من مكانك يبقى ده قانون ظالم النهاردة لما تبقى بوابة على عمرتك والنهاردة مش عارف تخرج ساكن ولا تغلل ايجار ويقولك ووريني حكمة محكمة ووريني هتعمل ايه وهتخرجني ازاي يبقى ده قانون ظالم ولازم يتعدل لازم يكون فيه تعديل للمواضيع دي كلها طيب كل ما تحتاج معرفته عن قانون الايجار الجديد قانون بقى الايجار القدين مع قانون الايجار مبادئ قانون الايجار الجديدة اخر اخبار قانون الايجارات الجديدة اصدرت محكمة النقد لستة مبادئ لتنظيم علاقة المالك والمستأجر فيما يتعلق بالاماكن غير الساكنة وهذه المبادئ هي في حالة وجود شرقاء لا يستحق لاحدهم ما لم يمتلك النصيب الاكبر ان يكون بتأجير المكان واذا فعل فمن حق باقي الشرقاء ان يطالبوا باخراج المستأجر في حالة وفاة المستأجر فان عقد الايجار لا يمتد لباقي الشرقاء ولكن الامتداد الوحيد لورصة المستأجر الاصلي اذا توفى المستأجر الاصلي وقام المالك باستلام الايجار من الورصة فهذا يؤدي الى نشأة علاقة تجارية بين الطرفين من الورصة وبين المالك لانهما قام باستلام الايجار من الورصة فاصبحت فيه علاقة تجارية ما بين المالك وما بين الورصة طيب تحرير عقد الإيجار الجديد لا يمنع تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد طالما العقد الجديد في شروط مختلفة ده لا يمنع تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة الجديد بيمنع القديم وبيلغي العلاقة الإيجارية السابقة في العقد القديم إقامة الزوجة في منزل إيجار قديم يؤدي إلى امتداد عقد الإيجار ما دامت الإقامة دائمة ومستقر خلينا هنا نرجع لمرجوعنا كيف أثر قانون الإيجار الجديد على كل من المالك والمستأجرين والعقار المراد تأجير عانى الكثير من الملاك بسبب قانون الإيجار القديم الذي يعطي للمستأجر حق المكوس في الوحدة التي قام بتأجيرها وتوريسها لأبناءه مقابل جنيهات قليلا في الوقت الذي قد لا يجد فيه المالك مكان للعيش له أو لأبناءه وذلك لعدم امتلاكه حق إخراج المستأجر أو ورصته من العقار النهاردة صاحب الملك ما عندوش مكان يجوز ابنه ما عندوش مكان يجوز حفيده ما عندوش مكان يسطر فيه بناته اللي تجوزوا واتطلقوا مش لاقي مكان يعيشهم فيه والنهاردة أنا ساحب عمارة بناتي في الشارع أو مطلقات أولادي مش عارف أجوزهم أو لازم أأجر لهم بخمسة أو بعشر تلاف جنيه بره عشان أسكنهم في مكان كويس ولا عندي عمارة كاملة مش قادر أخذ فيها شقة أجوز ابني فيها ولا قادر أخذ فيها شقة أشوف بنت المطلقة مش لاقي لها سكنة هي ولا أولادها أي قانون ده أي قانون وأي عدل يسمح العلاقة ما بين المالك والمستأجر تؤدي لهذا الأزى للمالك مما لا شك فيه أن من أهم إنجازات قوانين الإجارات الجديدة هي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة لكل من الطرفين ليحصل المالك على مبلغ عادل من المال وتحدد منه الإيجار في العقد فلا يمكن المستأجر بالوحدة المستأجرة مدى الحياة كما كان الوضع في الإيجار القديم ده تعديل الإيجار الجديد الحمد لله عملنا تعديل الإيجار الجديد وبقى العقد شريعة المتعقدين والاتنين ومن شروط العقد أن ما فيش حاجة اسمها مدى الحياة وما فيش حاجة اسمها وراسة وما فيش حاجة اسمها أنا مش خارج وما فيش حاجة اسمها مش شقدر أزود فيه زيادة 10% سنوية وحسب الاتفاق ما بين الطرفين في العقد فهذا مرضي بالنسبة للطرفين بالنسبة للإيجار الجديد أما بالنسبة للإيجار قانون الإيجار القديم ده مراس ومراس ظالم مراس من شخص مش من دمك ما هي المدة التي تم تحديدها وفقا لتعديلات التي طرأت على قانون الإيجار الجديد وماذا ترتب على ذلك أعطى قانون الإيجار الجديد الصادر عام 1996 حرية التعاقد لكل من المالك والمستأجر الحرية 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 يتعلق هنا بمدة التعاقد حيث ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على ذلك لو مدة العقد انتهت ده مش معناه أن أنا ها بصة لقيق أعدلي في مكاني ومش راضي يمشي يعلم يمشي؟ لا مش ماشي وقريني هاتمشيني ازاي؟ هاتلي حكم محكمة ما فيش الكلام ده في القانون الإيجار الجديد مدتك انتهت مع ألف سلامة أنا راضي أجدد لك بنفس التمن أهلا وسهلا أنا المالك أنا مش راضي أجدد لك بنفس التمن وهزود لك وإنت راضي وأنا راضي خلاص نتفق ونكمل وهو ده الشريعة وده دينا وده حياتنا اللي تطبق بالمساواة بيننا وما بين بعض ما ينفعش نبخس حاجة بعض ما ينفعش ناخد حاجة بعض بالعافية ما ينفعش نلو إدراع بعض إن أنا هاخد ده غصباً عنك وهعيش في ملكة غصباً عنك وهعندك وهفضل موجود ومش هتقدر تضردني ولا هتقدر تبشيني وهاتلي حكم بأحكام مبدأ فلازم القانون يتعدل للمرة المليون القانون لازم يتعدل عشان يبقى فيه مساواة بين المالك والمؤجد وفقاً لقوانين الإجارات الجديدة إذا لم يتم تجديد المدة في العقد فإن الإيجار يعتبر منعقدة لفترة دفع الإيجار وإذا رغب أحد الطرفين إنهاء التعاقد فعليه اختار الطرف الآخر فيه احترام فيش حاجة اسمها أنا خلاص عايزة أمشي الراجل ده من بيتي فروح طرده فيش الكلام ده إنت لازم تبلغ وتخبر وتختر هذا الشخص اللي موجود في البيت إن إنت بتختره إن إنت هتنهي التعاقد وإن مش هتجدد البد ما فيش حاجة اسمها نرمي بعض في الشارع برده عشان نحمي المؤجر ما هي قيمة الإيجارية الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟ لم يكن قانون الإيجار الجديد بتحرير مدة التعاقد فقط ولكنه حرر أيضا قيمة الإيجار لتصبح الاتفاق بين المالك والمستأجر ويتم تدوينها في عقد الإيجار كما يمكن أن تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية يتم الاتفاق عليه زي ما إحنا قلنا عقد الإيجار الجديد ممكن أن أنت بعد ما ينتهي يتجدد كما هو ما يزيدش جنيه واحد طالما المالك عايز كده وطالما فيه اتفاق ما بين المستأجر والمالك طب ما فيش اتفاق وفيه عقد بيقول تزيد 10% أو 20% على حسب هما ما يحددوها خلاص بتزيد النسبة على حسب الاتفاق في العقد وبتكتف في العقد أما فيما يتعلق بالوحدات غير السكنين فقانون رقم 14 لعام 2001 فإن قيمة الزيادة السنوية المركبة سابتة تعادل نسبة 1% أو 2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة دي دي حاجات إلى غير سكنين سي المحلات أو الأماكن التجارية أو الإدارية دي حسب العقد 1% أو 2% دي نسبة سابتة حسب تاريخ إنشاء الوحدة دي نسبة سابتة كل سابتة ما هي آخر المباحثات والقرارات الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟ من آخر أخبار قانون الإيجارات الجديدة قيام النائب عاطف مخليف مؤخرا بإعداد مشروع قانون يتضمن انتزاع الوحدات التي تم تأجيرها وفقا للإيجار الكديم إذا كان المستأجر لا ينتفع بها ومر على غلقها ثلاث سنوات كما يتضمن مشروع القانون عدم توريس الوحدة المستأجرة إلا في حالة وجود الإبن القاصر حتى بلوغ سن الأهلية والفتاة حتى يتم زواجها أو بلوغها سن الرجد واقتراح النائب كذلك أن يتم تحديد قيمة الإيجار للوحدات السكنية بجرام الفضة كما كان الوضع في الثمانيات وده ممتاز جداً واقتراح حلوة جداً 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 مش معنى أن الراجل اللي ساكن في الإيجار القديم الراجل ده مات معنى أن احنا نرمي ولاده القصر في الشارع وزوجته لا افرض هي أطفالها معها أطفال صغار ومش قادرين ولا ما عندهم إمكانية أن هم يجيبوا لا الولد لحد ما يصل سن 21 سنة يعني ينفع يعول نفسه ويعول والدته والبند حتى تتزوج أو تبلغ سن الرجد يبقى كده تحققت العدالة ما بين الطرفين وما بين المالك وما بين المستأجر وكده عملنا خطة عدلية ومساوية بالعدل ما بين المستأجر وما بين المالك ولا ده حصل عليه ضرر ولا ده وقع عليه ضرر يوصلوا إلى 60 سنة يستحمل العقاب اللي بعض الناس موجودين فيه كما تقدم النائب معتز محمود بمشروع قانون ينص على إعطاء المالك 40% من قيمة الوحدة السكنية للمستأجر إذا أراد المالك أن يكون المستأجر بإخلاء الوحدة أما إذا أراد المستأجر إعطاء المالك 40% من قيمة الوحدة السكنية للمستأجر إذا أراد المالك أن يكون المستأجر بإخلاء الوحدة أما إذا راد المستأجر تملك الوحدة السكنية فعلية دفع 60% من قيمتها البيعية السوفية لمالك وإذا لم يتمكن كل من المالك والمستأجر من الدفع فني يتم بيع الوحدة وحصول المالك على 60% والمستأجر على 40% شايف أن داكت راح مش بطال وحلو لكن برضو شايف أن هو كتير يعني النهار دا هو مناسب بس 40% من قيمة يعني النهار دا هو مأجرها بع 10 جنين واستفاد بها 60 سنة وبعد ما استفاد بها 60 سنة نبدين 40% من تمالها لا شايف أنه هو غير اكتراح غير موفق لكن الموفق إن أنا أقول لو 60% للمالك و40% لمستأجر لا تمحنا نقول 30% مش أقول يعني مفروض حتى 25% الربع واستفاد بها 60 سنة لكن يستفادي النص بالنص أعتقد برضو اكتراح غير موفق إن إحنا لو قلنا يستفاد بالربع 25% من القيمة يعني النهار دا أنا ببيع الشقة دي بمليون جنيه وأنا هدهلك بـ 50 ألف حلو قوي اشتريها بـ 50% 500 ألف يعني بتشتريها بنص تمالها أظنني دا عدل النهار دا إيجارها 4000 أجارها بـ 2000 برضو دا عدل لإن أنت التزمت من زمان قوي بقانون الإيجار الأديل وعشين الناس دي برضو ما نظلمهاش وعشين الناس دي ممكن تكون مرتباتها قليلة وعشين عندها أطفال وعندها التزامات أخرى لازم نراعي ما بين الطرفين وناخد بالنا إن إحنا نساوي ما بين الطرف دا والطرف دا نلزم المساواة في الظلم عدل لكن دا مش معناه أن أنا أديك 40% و50% من 8 عمارتي أو 8 شقتي اللي أنت أم أجارها إيجار قديم وبتستفد بها بقالك 60 سنة ويوم ما تشتريها أو أنا بيعها أديك من 48% لا دا غير منطقي غير منطقي بالمر فيش حاجة أسمعها كده لكن أقدر إن أنا أديك الربع 25% من 8 يعني 250 ألف جنيه تتفضل مشكورة لو هي بمليون تاخد 250 وتتفضل تخرج من الشقة وتجيب لك شقة في مكان تاني إيه المشكلة؟ يبقى هنا تحققت العدل لكن أشاركك يعني العدل إن إحنا بنقوله إن أنا أورسك حكتي أديك النص دا لو بنتي مش هتارس النص لو هو راجل وزيتي مش هتارس النص هتارس الربع ما فيش حاجة أسمعها كده يا جماعة إذا كان المرأس في الشرع لو هي أخته وسكنة في المكان دا هتاخد الربع ما بالده واحد غريب واستفاد 60 سنة أدينه النص هو ماشي؟ أو أدينه 40% وهو ماشي؟ عشان كده يخرج؟ يا إما ما يخرجش؟ فيش كده دا مش عادل ولا تحقيق عادل دا مقترح غير عادل بالمر لكن حتة إن إحنا نبيع الوحدة لو المستأجر ما عهوش في الوس يدفع أو يشتري المكان أو ما عندوش نية أنه هو يأجر المكان بما يرضي الله زي ما موجود على أرض الواقع لو هو بربعة يدفع على الأقل اتنين؟ لا خلاص بقى يبقى تتوكل على الله مشكورا وتدفع الربع أو تديله تبيع الوحدة لو أنت معاك ربعها تديله وتاخدها لو أنت مش معاك بيع الوحدة وتديله ربع تمانها للمستأجر وهو يتوكل على الله ويشتري حاجة جديدة يسكن فيها هو وأولاده ده مقترح مني بالنسبة لقانون الإيجار القديم عشان يرضي الطرفين ويرضي الطرف اللي موجود المستأجر ويرضي المالك اللي تعرض لظلم كبير سواء بقى هو كان وريس سواء هو والده توفى سواء هو الراجل اللي موجود والده هو اللي أجر زبان وفيه ناس كتير بتقول الله يسمحك يا أبو الله يسمحك يا والديتي الله يسمحك يا والدي أنت مرستنا ورستنا كتير قوي عندنا عمار كتير قوي وعندنا أماكن كتير قوي ولكن لم نورس شيء لم تورسنا شيء الحاجات دي كلها إيجار قديم شغالين بقى هتلاقيهم شغالين شغل مفيش الدخل اللي بيجله بيكفيهم قوت يومهم واسمهم أصحاب أملاك عندهم مرس وأصحاب أملاك عندهم مرس عمارة واثنين وثلاثة واربعة ولكن لو جيت للحقيقة هتلاقي أن الحقيقة أن الناس دي لم تر الشيء اللي بيجي من إيجار العمارة ويجي من إيجار المحلات ما يكفيش حتى يعني قوت شهر يعيشوا بينهم وأولادهم وهتلاقي ناس تانية موجود في شعليهات فكل مكان رايحين المصيف يتمتعوا ويروحوا ويجيوا ويتفسحوا بـ 20 جنيه وأصحاب الشأن يعني ما بيقدروش يأجروا مكان اللي هو حاليا يؤجر في الشهر عشر عشرين ألف جنيه لشأن يستمتعوا شهر هم وأولادهم فبيتحرموا بيتحرموا منه هم يتفسحوا الفصحة إن المستأجر بيتفسحها هو وأولاده أنتم متخيلين؟ يعني صاحب الشيء بيكون محروم صاحب الشيء بيكون محروم من الشيء المالك واللي موجود مستأجر بقاله 60 سنة والراجل بيستفيد بقاله 60 سنة لسه بيستفيد ولسه هيستفيد وإحنا قاعدين نتفرق ياريت ما نتفرقش وياريت يكون فيه قانون عادل ياريت قانون الإيجار القديم يتعدل ويساوي ما بين المالك والمستأجر دي كانت حلقتنا النهاردة وأتمنى أنتم تتابعوني دايما وأي حاجة جديدة عندكم عايزين تتكلموا فيها أو أي قانون شايفينه أنه هو مش مناسب للطرفين أو فيه واحد في المية ظلم بالنسبة للطرفين ياريت تبعتولي على صفحاتي شرهان خفاجة وعلى صفحة اليوتيوب كل حاجة بتنزل شرهان خفاجة أتمنى كل أربع الناس تتبعني وتبعتلي إيه المواضيع اللي نتكلم فيها ودايماً بنتكلم في الصانح العام والمصلحة العامة وما عندناش إنحياز للحد ونحلم نعيش كل يوم أربع الساعة تمانية مساءً التسرون